مطامر عشوائية مياه ملوسة نفايات مكدسة مزرعات مشبعة بالكيمويات ومجاري آسنة تستخدم في الري على طول البلاد وعرضها أشكال وأنواع من النفايات والملوثات النفايات ملف متروك إلى ما شاء الله والمعنيون بالدرجة الأولى هم المسؤولون القيمون على البلاد والعباد وعليهم تقع مترتبات معالجة النفايات هذا الملف الضروري عاد إلى الواجهة من جديد مع انتشار الأوبئة الجديدة ومنها فيروس الكورونا الذي وصل إلى لبنان فهل من يسمع ويهتم؟ بس يحقوز بالا يعني نفاي سيب لنقطع ما فيعد فيني أخذ نفس يخدها حدوص منها عشان بس قمين اختنق وما يعد فيني أخذ نفس خيارات التي اعتمدت في الحكومات السابقة لإدارة هذا الملف أدت إلى تلويث خطير في كل أوساط البيئة نتج عنده انهيار كبير في الوضع الصحي وفي الأمان الصحي كنا نقول ولا نزال نقول بأن هذا الملف هو واحد من ملفات الفساد في البلد من أهم ملفات الفساد في البلد وبالتالي على ارتباط وثيق بالأزم المالية والأزم الاقتصادية التي تعتبر اليوم أولوية من أولويات الحكومة ولكن مع الأسف الشديد ما عم نشوف أولا مؤشر عند الحكومة الجديدة لا في بيانها الوزاري ولا في سلوكها اليومي على أن هذا الملف ما تروح على جدوى الأعمال من باب إعادة النظر في الخيارات السياسية اللي كانت تعطمت سابقة ملف ثلاث محارق في لبنان هو أولوية أوروبية وليست أولوية لبنانية وبالتالي نحن على أبواب تدفق لفايات بلاستيكية من أوروبا باتجاه لبنان ليتم حرقة وتدميرها في المحارق المفترض أنه تم بني بأموال سادر وبالتالي نحن مش موافقين على الإطلاق أن نستمر في هذه السياسات وخيار الحكومي بالاعتماد على سادر كمدخل من مداخل معالج المسألة المالية في لبنان نحن نشوفه أنه مرتبطة بمخاطر بيئية كبيرة وبكورونا ما ينسينا بأنه نحن عايشين بالأساس بوضع صحي مترد جدا ناتج عن ارتفاع مستويات التلوث في كل الأوساط البيئية اللي واحد من أسبابها سوق إدارة ملف النفايات أدى تقريبا نسبة الهدر دكتور في ملف النفايات؟ في ملف النفايات نسبة عالية جدا خليني أقلك أنا يعني هناك عقود للجمع وعقود للفرز الشكلي وبرأيي أنا هو تجليطة يعني والطمر عقود بتلات أنواع من العقود تؤدي إلى هدر ما بين 350 إلى 400-500 مليون دولار سنويا مع عجزنا عن تحويل النفايات إلى أي شكل من أشكال الطاقة ومع هدر الأموال الطائلة في هذا الملف إذا لم نستطع السؤال عن الهدر هل يمكننا أن نسأل عن أبسط حقوقنا كمواطنين عن صحتنا وصحة أولادنا